السلام عليكم اهلي فيكم في فيديو جديد طبعا للأسف ابل نزلت المكبوك برو ليس 14 انش نزلت 13 انش فما غيرت الحجم مدري ليش مدري يا ابو الله ندرات الإشعاعات يقولون تغير الحجم فقط اه ما غير لكم هالمرة فخلنا نتكلم نشوف لكم مواصبات هكذا طبعا لو بطار ان المكبوك برو 13 انش اللي موجودة حين لنزلت ابل اداءا دخليا بالمكبوك الغديم فالجديد اسرع 2.8 مرات اسرع من الغديم في المعالج وفي الجرافيكس او معالج الرسوميات اسرع 80% فالثمانية في المية يعتبر شي كبير مرة لحق للعاب ما العاب لحق ابو الاركيدي يمكن مهم نابل ممكن انت بتوجه لحق العاب حين حتى الغياب الثاني لكن ثمانية في المية ترى قفزة قوية في الجرافيكس كارد وبرضو يمكن لحق الخراج برضو رح يكون اقوى فيه فر كبير المعالجات رح يجون لك مع المعالجات الجديدة اللي هي الانتل تن جنريشن اللي هو نازلة توصل من اي فايف توصل لك لل اي سافر رح نتكلم لكم شوية عن شو الميزة طبعا تقدر تسوي له ادد فيه 4k وكل شي على معالج رباعي لانما تقدر تركب فيه مثلا 6k الشاشات فشي حلو الرامات تبدأ 26-32 الماكبو الكبر والاقوى الماكبو الكبر والاقوى ذاك اقوى من ذا والرامات توصل هناك 64 فهذا توصل لك الى 32 والساعة التخزين الداخل توصل تقريبا الى 4k تقدر تأخذ اقل حجم اللي هو راح يكون لك الغسد الساعة الداخلية تكون 250 او تبقى تأخذ اعلى 512k او تبقى تأخذ 1TB او الى مثل ما قلت لك حين وهي 4TB فانتب كيفك المعالجات من المعالجات الجديدة وبرضو الكيبورد تحول الى الماجيك كيبورد الجديد فنفس مواصفات ماكبوك اير نزلتها ونفس مواصفات الكيبورد يعني نفس الموجودة في المكبوك 16 برضو وبرو 16 فنحن خلاص حضرت لين اوب كلها ابل لحق الماجيك كيبورد اللي موجودة انسلة السيزار كي اللي كان في مشاكل فنحن خلاص كل لبتوبات ابل ماجيك كيبورد كيف تعرف لحق المكبوك برو 16 و 16 انش انه يحمل الماجيك كيبورد راح تشوف التجبار اللي فوق موجود تشوف الاسكيب مفصول اذا كان اسكيب مفصول في هذا المكبوك الجديد لو بتشوفه من الشكل يعني مثلا تبتغرم بالغديم وما تعلم تلك كيبورد راح تشوف التجبار انه في الاسكيب موجود زر اسكيب الحالة فابل حطت برضه الميزة في المكبوك كثيرتين انشحين افصلت اسكيب بعض الاشخاص يقول لك اسكيب ليش موجود على التجبار بعض ما يبور اسكيب الحالة يبدأ من 1300 دولار حلو حق اقل شي يوصل لك الين 2000 تقريبا فبرضو حلو لكن لو وصلنا لحق الالفين تقدر ترفعها اكثر فلو تخش موقعه تقدر ترفع مثلا الرام او البروسيسر خلي قرر البروسيسر اقل واحد بدون الرفع كم يوصل عندك اقل واحد بدون الرفع راح يكون عندك اللي هو سرعة المعالج راح تكون 1.4 جيجا هيرتز رباع النواة طبعا هذا القديم أو مدد ليش 8 generation له انتل اي5 يوصل لك الى اي7 تقريبا الكيبورد الجريد لكن المعالج انتل اي8 generation و تقدر تاخد اي7 ف 1.4 جيجا هيرتز يوصل لك الى سرعة المعالج الى 3.9 جيجا هيرتز او 1.7 جيجا هيرتز يوصل لك الى 4.5 الرام التاحج تقدر تاخد 8 جيجا رام أو 16 جيجا والستوريج 256 512 1 تيرا أو 2 تيرا هذه الأشياء التي تتغيرها يعني مثل ما نشوف الكيبورد والشكل حقه لو ننتقل لكم الآخر شيء أعلى شيء فأنتبكيه في قدير تغيير تخش موقع أبل الرابط رحط لكم تحت فيها في الوصف وتغير أو نكتفتح مثل ما نشوف اللي عندي الموقع برنامج أبل اللي هو أبستور مثل ما نشوف هذا تحمل عندك وتشوف الأشياء ذي كلها لو نشوف هنا على واحد مثل ما نشوف للتن جنريشين موجود عندنا انتل اي 5 فيبدأ المعالج سرعته 2.0 جيجا هيرتز يوصلك إلي 3.8 جيجا هيرتز أو تاخذ الاي 7 الاي 7 بيكون 2.3 جيجا هيرتز يوصلك إلى 4.1 جيجا هيرتز الرامات تنفعها مثل ما نشوف الرام لو تنفعها سيأخذ منك 400 دولار هنا سيأخذ منك 200 دولار هنا للسطوريج لحسب الحجم اللي تبيه طبعا فيه 4 عام داخل Thunderbolt فتبي 2 تيرا أو 4 تيرا فراح تشوف سعره 3600 أعلى شيء الماكبوك كبره تقريبا نوصل 4000 و شوي فهذا السعر وهذا كل شيء المعالج قوي لداء الجهاز قوي إذا كنت رح تاخذ الحق على شيء يعني بتاخذ الحق دراسة وكل شيء خلق على غديم عندك لديم أما تبيه أداء أعلى ما هذا هو يعني ما رح تحس بسرعتها بالفرق إلا إذا كنت يعني القديم هلكثة تستخدمتها لي نعلاجة تحس بأنه خلاص المرأة واشتغلت جهاز قم يعلق لخط هذا رح تحس بفرق لأنه كمعالج كأداء في فرق مثل ما قلت لكم يعني المعالج 2.8 يعني مرات أو 2 2.8 مرات أسرع الجرافكس كارد 80% أسرع حتى في فرق كبير فهذه كل المصابات هذه كل الأشياء اللي موجودة في المعالج الجديد وشي الميزات المعالج الجديد و الأشياء ففي نهاية الفيديو لا تنسوا نشترك بالغناة ونشاهر مما يقطع عمل لايك لما يقطع بتعليقاتكم تحت اهمني ولا تنسوا نشترك في حسابي في سناب شات يشرفني ضبطكم والسلام عليكم